كيفية فتح حساب البنك لسويسري في يوم واحد؟ في عالم غير مستقر من الناحية المالية ومع حكومات لا يمكن التنبؤ بها يمكن أن تمثل عملية اختيار مصرف عام أو خاص الفرق بين حماية مدخراتك للجيل التالي أو فقدان كل شيء لديك بين عشية وضحاها أن أقوم بمساعدة العملاء من جميع أنحاء العالم على فتح حساب مصرفي سويسري حساب مصرفي مع أحد أكبر البنوك السويسرية الخاصة سوف أقترح عليك أفضل مصرف سويسري خاص من بين 200 بنك في سويسرا البنك الذي سيكون مصمم خصيصاً لاحتياجاتك وتوقعاتك استناداً إلى التعريف الشخصي الخاص ببنكك السويسري في المستقبل يمكنك تفعيل حسابك في يوم واحد في حالة الضرورة الملحة أنا إنزو كابوتو صاحب شركة المحامة المحترفة كابوتو أند بارتنرز ومؤسس موقع سويسبانكينجلوييرز.com المكان الذي يجد فيه رجال الأعمال الدوليون الناجحون نصائح وحلول لحماية أصولهم هل تعلم أن 30% من إجمالي الأصول الخاصة العالمية تدار في سويسرا؟ جميع مالكي الأصول التي تمثل نسبة 30% من جميع الأصول القابلة للتداول عبر الحدود في العالم لا يمكن أن يكونوا مقطئين فتح حساب مصر في لدى بنك سويسري خاص ليس مثل فتح حساب في بلدك لا يمكنك الذهاب إلى أي بنك مع رقصة القيادة الخاصة بك و10 دولارات في يديك البنوك الخاصة السويسرية انتقائية للغاية في التعامل مع العملاء الجدد ما لم يتم تقديمهم من قبل شخص هم يثقون به يجب أن يكون الحد الأدنى للإداع هو 500 ألف دولار أمريكي خلافاً لذلك لا يوجد ما يكفي من المال لتنويع الأصول الخاصة بك بطريقة آمنة ومتباينة لا تذهب لوحدك إلى أحد البنوك السويسرية الخاصة يمكنك أن تكون على يقين من أن أي مصرف مبتدئ من دون خبرة سوف يقابلك فأنت بالنسبة له مجرد رقم إذا لم تكن واثقاً جداً ومستعداً بشكل جيد لأسئلة المصرفي فإنك تخاطر بالرفض أو حتى الأسوأ مثل أن تدرج على اللائحة السوداء لقد أصبح مستوى الالتزام داخل البنك مرتفعاً للغاية ومتطور إذا كنت تعمل بمفردك في أحد البنوك ستكون المخاطر كبيرة جداً حيث ربما سيتم رفضك بناء على أسباب الامتثال في حال كنت محظوظاً وقبلت فإنك تخاطر بأن تكون ضحية لدافع المنتج قبولك بدافع المنتج ينتج عن مصرفي يبحث عن مصالحه الخاصة التي تبيع أكثر عدد ممكن من المنتجات الخطرة لزيادة مكافأته هناك العديد من هؤلاء المصرفيين الذين يفعلون ذلك نظراً إلى تضارب المصالح لا تعد نسخة من جواز السفر وسيرة ذاتية قصيرة وفاتورة مرافق وبعض الوثائق التي تبين أصل الأموال كافية يجب عليك الرد على أسئلة المصرفي الخاص بك ولكن يجب أن تشيب بجدارة تجنب ذكر الصناعات الحساسة مثل القمار والعقارات والماس والنواد الليلية والصناعات الهم الأخرى لا تكذب على مصرفي وإلا فإنك تخاطر بالإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة أصبحت قوانين مكافحة غسيل الأموال صارمة للغاية اللوائح عبر الحدود تتغير كل يوم واستناداً إلى تبادل المعلومات التلقائي لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أصبح إجراء فتح الحساب أكثر تعقيداً لقد خسر العديد من العملاء المال بسبب نصيحة مضللة أو حتى أسوأ من ذلك لقد اقتنعوا بالاستثمار في استثمارات مضاربة أو منتجات مهيكلة لا يفهمونها وفقدوا كل شيء لا تشتري أبداً المنتجات التي لا تفهمها ولكن اشتري المنتجات التي يمكن بيعها في السوق في نفس اليوم وتجنب استثمارات الكازينو سوف أقترح عليكم مصرفي متميز والذي سيجيب عن اتصالاتك خلال عطلة نهاية الأسبوع أو خارج ساعات العمل سوف يمنحك راحة البال لك ولعائلتك وسوف يقدم لك المشورة حول كيفية الاستثمار بالطريقة الصحيحة وكيفية تنويع وكيفية حماية الاستثمار الخاص بك إذا كان السوق مجنوناً لدي مصرفيون يمتلكون سجلات طويلة وناجحة لقد أثبتوا بالفعل استثمارها بنجاح سوف تتعلم كيفية استخدام استراتيجيات إدارة الأصول لسويسرية التقليدية والمحافظة إن أصولك هنا ستتم حمايتها لأجيال لصالح أطفالك تبدأ عملية فتح الحساب في مكتبي أتحقق من جميع معلوماتك التي كشفتها لي أتحقق من سمعتك مع جوجل وأقوم بالتحقق العالمي منك قبل أن يتحقق المصرف منك في جوجل والعالم وبالنظر إلى وضعك أقترح عليك عدد قليل من البنوك وأنت عليك اتخاذ القرار النهائي أكتب مذكرة ومخطط مصرفي أعرفه شخصياً كبار المصرفيين مشغولين دائماً ولكن استناداً إلى مقدمتي لا توجد مشكلة في ترتيب اجتماع بعد أن تسافر إلى زيوريخ سيكون لدينا لقاء ناجح مع كبار المصرفيين لأنهم يحبون العمل مع شخص يعرفونه ويثقون به وبناء على الدعم الذي ستحصل عليه سيكون لديك العديد من المزايا ولديك معاملة متميزة يمتلك كبار المصرفيين الاختصاص للتفاوض على عمولات أقل وانخفاض بالتسعير وتخفيض الحد الأدنى للرصيد مع قيود أقل وسوف ترى أن عملياتك يتم تنفيذها بسرعة كبيرة وبدون متاعب بسيط جداً تتم متابعة معاملتك ودعمها من قبل مصرفي كبير خاص بك موظفك المصرفي الكبير لديه السلطة والكريزما داخل مصرفه للدفاع عن اهتماماتك هذا هو السبب في أنك بحاجة إليه وعلى وعلى ذلك سأشرف على موظفك المصرفي في حال كان لديك صفقة معقدة أو سأقدم لك رأي ثانياً فيما يتعلق بمسألة صعبة بعد تقديمك لمصرفي سويسري خاص وبارز يمكنك التأكد من تفعيل حسابك وتشغيلها على الفور الآن أنت في وضع يسمح لك بالاستفادة من جميع المزايا التي تقدمها المصارف السويسرية الخاصة إذا عجبك هذا الفيديو فاضغط على زر أعجبني ولا تتردد في تزويدنا بتعليقات وذلك باستخدام قسم التعليقات أدنى إذا كنت أعجبك المحتوى الخاص بي تأكد من عدم تفويت مقاطع الفيديو المستقبلية واشترك الآن في قناة اليوتيوب القصبي فقط اضغط على زر الاشتراك إذا كنت تريد حماية أموالك في سويسرا عليك الإمساك بالهاتف واتصل بي الآن على الرقم 0041-442-124404 أخبرني عن وضعك المحدد وسأقترح عليك حل حماية الأصول الأكثر كفاءة وقانونا دعونا نناقش كيفية الحفاظ على سرية أموالك المكتسبة قانونا وانثريا وابقثريا أتمنى لك يوما جميلا وانت أرباع أب party اشتركوا في القناة همون WOOrock اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واو الشتائع هو الثاني ترجمة نانسي قنقر